اشتركوا في القناة مشاعر وطنية جياشة لا تزال تلمع بأعين ووجدان جميع البحرينين احتفالا بأعياد الوطن المجيدة تعبيرا عما يكنونه من مشاعر الحب والود والوفاء لهذا الوطن المعطاء عبروا عنها خلال حفل كبير أقامه نادي ضباط الأمن العام حظي بمشاركة واسعة جدا وحضر هذا المهرجان سعدت الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل خليفة وكيد وزارة الداخلية وعدد من المدراء العاملين والمدراء وأعضاء النادي من منتسب وزارة الداخلية وأسرهم نحن نحتفل في أجواء احتفالية بمناسبة العيد الوطني المجيد بمناسبة عيد جلوس سيدي جات الملك ونشارك مثل ما تشوفون فرحة الأحالي المنتسبين وزارة الداخلية ونأخذ هذه الفرصة عساسة نفرح مع أطفالنا وأسرنا فقرات متنوعة وكثيرة استمتع بها الحضور بمشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة وسرية الخيالة كما شاركت عدة إدارات بوزارة الداخلية بإقامة أركان توعوية مختلفة ومعرض للصور عن مملكة البحرين ووزارة الداخلية كما تضمن المهرجان مشاركة أبناء وأهالي شهداء الواجب وإيتام المؤسسة الخيرية الملكية نشكر وزارة الداخلية والقائمين عليها على هذه الفعالية التي تعزز روح التعاون وروح محبة الوطن وزراعة القيم لدى الناشئة وحبهم للوطن لو حب ذا كل الوزارات تقتدي باللي عملت وزارة الداخلية من فعالية رائعة للمشاركة في احتفالات البحرين العيد الوطني إلا والله مستنسي ومرتاحة والله يخلينا أبو سلمون أبو علي إن شاء الله السنة وكل سنة إن شاء الله والبحرين الحمد لله خير وعافية الحمد لله مستنسي وتخلل المهرجان العديد من الفقرات الوطنية والترفيهية المتنوعة وفقرات خاصة بالأطفال والبرامج التوعوية ومسابقات الألعاب الشعبية بمشاركة الأسر المنتجة والحرف اليدوية وجوائز وهدايا عينية لجميع الأطفال المشاركين نحن القيادة الرشيدة والشعب البحرين الوفي بالأعياد الوطنية لها ونحب نشارك أخواننا في وزارة الداخلية في مهرجان العيد الوطني ونحن نستنسي الحمد لله وياهم يعني مدير نادي ضباط الأمن العام الرائد جاسم حسن جاسم أعرب عن شكره لمعالي وزير الداخلية على دعمه المتواصل للنادي مشيرا إلى أن إدارة النادي حرصت على تنويع فعاليات الاحتفال بمهرجان الأعياد الوطنية هذا العام بهدف إدخال البهجة والسرور في قلوب أبناء الأعضاء وإفساح المجال لهم للتعبير عن فرحتهم بهذه الأيام الوطنية العزيزة على قلوب الجميع أجواء احتفالية وطنية مفعمة بمشاعر الحب والولاء لهذا الوطن تزينها ابتسامات الأطفال ومشاركة أسر منتسبي وزارة الداخلية وذلك بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية المجيدة تكريسا لمبادئ وقيم المواطنات السامية يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين